نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى قرية صفت تراب مركز المحل الكبرى محافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاق بالمجان للأسر المستحقة وقال رئيس جامعة طنطا محمود ذكي إن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا بتعاون مع لجنة الاستغافات الطبية بمجلس الوزراء هذا وقد شهدت القافلة أقبالا كبيرا من الأهالي حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاق بالمجان لألف وخمسة وأربعين مواطنا من أهالي القرية وتحويل 81 حالة لاستكمال العلاق بالمجان بمستشفيات الجامعة في عدد من التخصصات المختلفة